مواطنون ببلدية الغروس يخرجون إلى الطريق العمومي في صورة أخرى من صور احتجاجاتهم لاسترجاع ما اسموه بالأراضي الفلاحية الممنوحة لمستثمرين من خارج تراب البلدية عندها ثلاث سنوات توزعت الأراضي للأناس ذوي نفوذ وهم محيطين مقابلين الطريق الوطني الـ 46 والي الولاية بعدة احتجاجات تم إلغاء القرارات التوزيع إلى أن الأرض لم تم توزيعها على الشباب جمعة لكانوا مدينها بعثوا ريكلاماسيون وطوعون على القرارة التاع الوالي والي الولاية لم يستجم ولم يبعث المحامي الممثل تاعه بيروح المحكمة وولت الأراضي تاحها سابه يدير ثلاث سنوات رجعت الأرض تاحم وإحنا يلمد نواله رئيس البلدية تنقل إلى موقع الاحتجاج قبل وصولنا والقضية حاليا بين يدي سلطات الضائرة جاءنا المسؤولي الأول في البلدية أنت أنا هو رئيس البلدية لما التزمنا بالأمور قال أخويا المسؤولية خارجة نيطاق إحنا بعثنا الرئيس الضائرة اللي قال إذن حتى أنا المسؤولية هو منص بنص ورانا قال نرجع الكم بإعلان باش بتفرق الأرض في مدة ثلاث شر قضية الأرض الفلاحية في الغروس شائكة ومعقدة وحلها ليس سهلا ولن يكون إلا بإيلائها الاهتمام الكبير من طرف سلطات الولاية